إضالة غائبة، لاعبين بدون رواتب وإضراب عن التدريبات وحال فريق اتحاد الحراش الذي يسير نحو المجهول وأمام كل هذه المشاكل لم يجد المناصر الحراشي إلا تجمع من مقر بلدية الحراش من أجل الاحتجاج عن وضعية فريقه وحث سلطة المحلية وأبناء الفريق على التحرك لتفادي الكارثة إن الله ليصبح لما يتعلق بالمجهول وحالما يتعلق بالمجهول وحالما يتعلق بالمجهول إذا لم يتعلق، سوف يسنجحون فقط يوجد كيف يتعلق بفادي سوف يặد الله طبعاé نحو المظلم فoires إن النحو المشاكل القدرج اثقام من خانب البعض السفرق النحو المشاكل يقول لكم أن يتعلق هذا المجهول هو أنتهت للقائل بالطريقة هذه العشوائية والإنسان اللي ادى الحراش الهوية نقول هل هو من المنبر هذا هو عبد القادر مانا وجمعته فالمدرسة الكروية الكبيرة التي أنجبت لاعبنا كبار على غيرار مزياني وراحم وخالد لونيسي لمست القاع وأصبحت خاوية عن عرشها بسبب غياب أدنى شروط النجاح حتى مستحقة اللاعبين أصبحت في خبريكان كارك تشوف أنا أخذ مورانا نجونا نتعب وعقدك في سبيل الله على أجل هذا الفارق وأسم هذا الفارق وإن شاء الله ربي وفقناه إدارة سيفرية عندها مباردري سبونسابيليتي وإحنا تاني تنسألو فيها مامسي ماناش خالصين بتاترمي هذا الاسيتياز ما تسمح لنش نديره دلي ريزيتها لما دبنا تحسنوا وضعية هذا الفارق كس وفي نصير ما والسلو التيران إذن الصفراء تحتضر وجرعة الأكسيزين غابت عن أروقة القائمين بشؤونها فلا ترسيدوا للوعود ولهم يحزنون إنما هي دعاية المغرضة فهل من منقد من هذه الكارثة؟ ترجمة نانسي قنقر